بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كل ساون طيبين حالة الهرض هنتعلم مع بعض النهاردة ازاي تعرف الهرض في مشكلة ولا مفوش مشكلة مش معنى مشكلة يكون في بات سكتور بس لا في مشاكل تانية كتير بتحصل في الهرض ده هنعرفه مع بعض النهاردة بازن الله اول حاجة نعرف من خلال حالة الهرض ان احنا نضغط قائمة start ونكتب run ونضغط enter ونكتب cmd ونضغط enter ونكتب w m i c ونضغط enter وبعد كده هنكتب disk drive get status ونضغط enter قال لي الحالة بتاعتك اوكي معنى كده ان الهرض بتاعي كويس مفوش اي مشكل تاني طريقة من خلالها نعرف حالة الهرض بتاعتنا هنحمل برنامج اسمه crystal disk info ده هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف اسفل الفيديو هنخش نحمل البرنامج من الموقع ده نضغط هنا هو وهنحمل البرنامج وبعد ما نحمل البرنامج انا محمله طبعا عندي هنضغط كليكتين وهنعمل عمليات تثبيت للبرنامج البرنامج صغير حجمه صغير مش كبير تقريبا نشوف مع بعض مساحة قد دي يعني تقريبا اربعة ميجا وهنضغط هنا بيقول لي الهرض بتاعك حالته جيدة درجة حرارة الهرض هنا بيقول لي عدد مرات توصيل الطيار للهرض بمعنى الهرض اشتغل كام مرة وهنا بيقول لي عدد ساعات توصيل الطيار يعني الهرض اشتغل متواصل الف تمانية وسبعين ساعة ده بالنسبة للهرض عندي والهرض اشتغل الباور عليه وفصل تمنمية سبعة واربعين مرة انا اللي همني في الموضوع كله حالة الهرض حالة الهرض عندي جيدة الهرض هنا ليه تلات حالات اول حالة بتجيلي البلون الازرق وبتكتب فيها جيدة ده معناه ان الهرض بتاعي مفوش اي مشاكل تاني حالة بتجيلي باللون الاصفر ودي بيقول لي في تحزير عندك في مشكلة ما حلها معناها ان الهرض متوسط تالت حالة بيكتب لي ان الهارد سيء ودي معناها ان انا لازم اغير هاردي في اقرب وقت معناها ان ممكن تحصل مشكلة ما فالهارد بتاعي تحصل فيه مشكلة والهارد ما يقومش معايا تاني والداتا اللي عليه ضيع فيهمني ساعتها نقل الداتا فمجرد ما هتجيب لك ان الحالة بتاعت الهارد سيئة لازم في اسرع وقت تغير الهارد او على الالقل تلقي للبيانات بتاعتها وده كان درس النهاردة جماعة اشوفكم على خير في اقرب وقت ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة